بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي قناة نادي الأهلي وجمهوري نادي الأهلي في كل مكان أهلاً ومرحباً بحضراتكم في حلقة جديدة من الأبطال زي ما عودنا حضراتكم هيكون معنا كل الأخبار الأخبار اللي جوه القلع الحمراء والأخبار المحلية وأيضاً بعض الأخبار العالمية التي تخص الألعاب الأخرى وزي ما عودنا حضراتكم في الاتتاح احنا ما عندناش في قناة نادي الأهلي أي ألعاب شهيدة احنا بنقب بمسافة واحدة من جميع الألعاب النهاردة حلقتنا هتكون عن لعبة مصر فيها متفوقة جداً لعبة الاسكواش هيكون معنا نجم كبير من أبناء نادي الأهلي ومنتخب مصر صاحب تاريخ عريض جداً هيكون معنا الكابتن أمير وجيه وهو بالمناسبة آخر مدير فني لمنتخبات مصر واللي حصل على بطولة العالم خلينا ابتدي مع حضراتكم الأخبار اللي تخص النادي الأهلي وهنبتدي من كرة الياد كرة الياد هي اللعبة الشعبية التانية الآن طبعاً زي ما حضراتكم عارفين احنا مقبلين على حدث كبير وهو كأس العالم لكرة الياد بمشارقة 32 فريق في أول مرة وهيكون آخر كأس عالم تستضيفه دولة واحدة 32 فريق مصر هتستضيفهم في يناير القادم إن شاء الله في كأس العالم لكرة الياد النهاردة فريق كرة الياد بقيادة كابتن طريق محروس بيواصل استعداده بقوة لعودة دولة المحترفين الحقيقة الحمد لله ما فيش إصابات الفريق بيتمرن بشكل يومي الحمد لله رفع الأحمال البدنية بشكل جيد والحقيقة كابتن طريق محروس استعان بمعد بدني ومخطط أحمال الحقيقة توقيته مهم جدا 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 استعان بالدكتور حسام عناني عشان يكون بجانبه في تخطيط الأحمال للفرقة وتجنب طبعا إصابة اللاعبين الفكرة إنه طبعا منتخب كرة الياد وبالأخص اتحاد كرة الياد من أوائل الاتحادات التي نفذت اتجاه الدولة المصرية بعودة النشاط الرياضي الحقيقة كان من في طالية الاتحادات اللي رجع مسابقات الناشئين والناشئات وكمان رجع نشاط المنتخب القومي منتخب القومي الحقيقة تجمع بعد عودة المدير الفن الجارسيا المدير الفن الأسباني بعد ما رجع يوم الثلاث اللي فات إلى مصر وجمع الفريق جمع اتنين واحد وعشرين لعب عشان ينضموا إلى معسكر مغلق في الغرداء لمدة خمسة واربعين يوم بعدين إن شاء الله هيستأنف الدوري المحترفين أنا عايز أقول لحضركم أمر مهم جدا طبعا إحنا حللناه واللي بيدل على قوة فريق النادي الأهلي الذي أهلي تم اختيار تسع لعبين من أصل واحد وعشرين لعبين تقريبا خمسين في المئة من قوام المنتخب لعبي النادي الأهلي وده مش غريب على النادي الأهلي النادي الأهلي دائما أبدا الدعم الأول لمنتخبات القومية خلينا أقول لحضركم أسامي اللاعبين اللي انضموا كان ليهم شرف الانضمام لمنتخب مصر وكوت اليد إسلام حسن إبراهيم المصري بحسن رمضان أحمد عادل أحمد خيري عبد الرحمن فصل عمر يسين عمر عصام الطيار عبد الرحمن حميد أما بقية اللاعبين اللي انضموا من الفرق الأخرى عمر سامي أحمد الأحمر يحيى الدرع عمر بكار أحمد مؤمن محمد علي أكرم يسري خالد وليد وسام نوار حسن قداح مصطفى بشير سيف الدرع دواء منتخب مصر خمسة وعبعين يوم في الغردقة بعديها يرجع اللاعبين ينضموا إن شاء الله لنادي الأهلي كابتن طري محروس بيجاهز اللاعبين اللاعبين هينضموا لبعض الاستئناف الدوري خلينا أقول لحضركم النادي الأهلي عنده مبارايتين في غاية الأهمية مباراة نادي طلاقع الجيش ومباراة نادي الزمالك لابد من الفوز بالمبارايتين عشان يرجع النادي الأهلي تاني للمنافسة خلينا أطلع مع حضراتكم جرافيك إحنا عملنا نستعرض مع حضراتكم ترتيب الجدول أو ترتيب الفرق قبل دورتين أو قبل جولتين من نهاية الدورة طبعا حضراتكم شايفين في ترتيب في المركز الأول نادي الزمالك في المركز الثاني النادي الأهلي بفرق نقطة واحدة أو مباراة واحدة عن نادي الزمالك في المركز التالي طلاقع الجيش زي ما قلت لحضراتكم واضح الجدول قدامكم واضح ان احنا مازال الدوري في الملعب ولكن بشرط فوز النادي الاهلي في اموبريتين او الجولتين التي لم يحدد معدهم بعد بعد 45 يوم من معسكر كل التوفيق طبعا اكيد لمنتخب مصر لان هو ده الاساس وهو ده اسم مصر اللي احنا قلنا كل اللي احنا بنعمله ده عشان اسمه مصر ان شاء الله بعد عودة الدوري نتمنى كل التوفيق لكابتن طارق محروس اتحاد اليد مش بس اعاد نشاط الفريق القومي وكمان اعاد التدريبات والدخول في الصلاة المغطاة ولكن كان اول مباراة تتلعب في دور الصلاة كله على المستوى الالعاب كلها كانت مباراة موليد 2002 بقيادة كابتن هشام عبدالوهاب ميشو والحقيقة كانت مع نادي الجزيرة وكانت في صالة الامير عبدالله الفيصل وكانت المباراة منذ يومين ضد نادي الجزيرة وفاز فيها نادي الاهل 3219 دي كانت اول مباراة يمكن لما بيقوله يعني زي ما بيقوله ايه وبيقوله ختمها ميسك بس ان شاء الله افتتحها ميسك على مصر كلها وعلى العاب الصلاة 3219 كانت نتيجة فوز موليد او ناشئ موليد 2002 على نادي الجزيرة النهاردة منشك اللحظات او دقائق معدودة انتهت مباراة موليد 2000 اللي بيقودهم طبعا كابتن النادي الاهلي الكابتن كبير صابر حسين صاحب التاريخ الكبير طبعا مش هنقدر نتكلم عن تاريخه الكبير مع النادي الاهلي ومنتخب مصر فاز النهاردة مع ولاده على النادي الالومبي الستة وتلاتين تمانية وعشرين مباراة انتهت من دقائق النادي الاهلي تسيدها منذ البداية للنهاية وبذلك بيتصدر بيستمر في تصدر جدول او ترتيب الجدول برصيد تمانية وتلاتين نقطة وبييجي في المركز التالت بفرق نقطتين نادي طلاقع الجيش خلينا تنقل مع حضراتكم سريعا لكرة الياد بسيدات الكابتن نصر عيد عبد الملك كابتن نصر عيد كابتن الفريق الاول للسيدات لكرة الياد واحسن لعبة في مصر ويمكن احسن لعبة كمان في افريقا هي واختها الاثنين المحترفين بالخالق كابتن نصر عيد في تصريح مخصوص لبرنامج الابطال طبعا اختها مارو عيد كابتن مارو عيد انا مش محتاج طبعا اعرف الكابتن الكبير المحترف خارجيا في فرنسا خلينا اقول لحضراتكم انه نصر عيد صرحت لبرنامج الابطال وقالت ان الفريق جاهز يمكن السنة دي فريق كرة الياد السيدات في احلال وتجديد وده وضع طبيعي في كل حتة اكبر رصيد للبطولات الدولية يمكن والمحلية هو فريق كرة الياد السيدات بدون منازع خلينا اقول لحضراتكم ان نصر بتوعد جماهير النادي الاهل انه هيبزلوا قصارى جهدهم للعودة الى المنافسة مرة اخرى في دوري المحترفين لكرة الياد او دوري كرة الياد للسيدات خاصة ان نفاضل 3 مباريات او 3 جولات واول مباراة هكون يوم 25 اغسطس مع اسموحة في اسكندرية كل التوفيق لنصره وكل التوفيق للفريق وخلينا اقول لك انه لا الفاضل 5 جولات وان شاء الله سيدات الياد قادرين على فعل المعجزة والعودة مرة اخرى للمنافسة على بطولة الدوري المنتز تعالوا نروح لجرافيك عشان نشوف ترتيب الفرق في الدوري لحد دلوقتي وبرضو بعدها هنشوف جدول للماتشاط المتبقية ومواعدها الجدول الاول ترتيب طبعا في الشمس في المقدمة برصيد 27 نقطة يجي وراء النادي الاهلي برصيد 23 نقطة نادي سبورتينج يجي برصيد 21 نقطة في المركز الرابع سموحة برصيد 21 نقطة زي ما شفنا وزي ما ورنا لحضراتكم ما فيش حاجة مستحيلة خمس جوالات فرق أربع نقاط يعني مباريتين ما فيش حاجة مستحيلة بس اعمل للعليا وانزل القعب الخمس مباريات وده اللي وعدت بيه نصر عيد عبد الملك انه احنا الخمس مباريات هيكون هيكون معانا طبعا خمس مباريات دول يعني هيتلعبوا كؤوس خلينا نروح لجدول للمباريات المتبقية ومواعدها ايضا طبعا عندنا زي ما حضراتكم شايفين اول مباراة زي ما قلت لحضراتكم يوم الثلاثة خمسة وعشرين اغسطس مع اسموحة بسكندريا مباراة مهمة خاصة ان اسموحة فريق جامد فريق بييجي في المركز الرابع السبت تسعة وعشرين اغسطس مباراة نادي التيران وهيكون في اهل الجزيرة صالة الامير عبدالله الفيصل المباراة الثالثة هيكون خمسة سبتمبر في صالة نادي الزمالك مع نادي الزمالك السبت 12 سبتمبر هكون مع نادي سبورتينج في اهل الجزيرة والثلاثة 15 سبتمبر في صالة نادي الشمس مع نادي الشمس اكيد ومن كرة اليد هنروح سريعا لكرة السلة في نادي الاهل بقيادة الكابتن القدير الكابتن اشرف توفيد خلينا اقول لحضراتكم ان كرة السلة يمكن لعبة مهراتها كتير لعبة صعبة لعبة يعني عشان تعد فرقة وتوقفها رجلها موضوع بيبقى صعب لان لعبة غنية بالمهرات كرة السلة معروفة عنها كده يمكن الكابتن اشرف توفيق ما زال حتى الان بيرفع الاحمال بمرا للعبة بيجهزهم حسب بورتوكول وزارة الشباب ورياضة اللاعبين بدأوا التدريب من اول الشهر الجاري داخل الصلة المغطى طبعا الكابتن اشرف توفيق في تليفون الحقيقة كلمته باتطمن على الفرقة قال لي ان عندي بعض الاصابات مش الاصابات الكبيرة ولكن اصابات عارف احنا بنقول في عالم الرياضة كده اصابات سئيلة شوي اسبرين انكل شدة خفيف في الخلفية لبعض اللاعبين الم بالضهر اصابات بسيطة نتيجة طبعا الحمل التدريبي اللي بيحاول كابتن اشرف توفيق يوصل به للتوب فورم للعبة خلينا اقول لحضراتكم ان دوري وكاس كرة السلة ما زالوا في الملعب النادي الاهلي عنده دور الاربعة مع فريق سبورتنج فريق سبورتنج يمكن كان تزت نتائجه شوية الفترة اللي فاتت ولكن نادي سبورتنج بعد تدريبه او بعد ان تولى مهم تدريبه الكابتن واق البادر اللي كان مساعد مدرب في نادي الزمالك الفرقة بقى شكلها احسن شوية بقت بتتمرن بقت جهزة مبرامج سهلة مبرامجها تكون في تاريخ 23 اغسطس دي اولى مباراة الفريق الاول لكرة السلة بكادر كابتن اشرف توفيق مهمة جدا هذه المباراة لان المباراة دي مباراة كؤوس لقدر الله اذا معني اللي بيخسر بيودع البطولة فدي اول مباراة لينا ان شاء الله طيب الدوري موقف ناية الدوري باختصار بيتلعب نظام البلاي اوفس يعني الادوار الاقصائية بيلعبوا بيستو فايف اللي بيكسب 3 ماتشاط من 5 ماتشاط من اصل ل5 ماتشاط بيبقى هو اللي فاز بالمواجهة مع الفريق الاخر النادي الاهلي بيلعب قبل النهائي مع نادي الجزيرة النادي الاهلي قبل توقف طبعا بعد انتشار جائحي الكورونا قبل التوقف ده النادي الاهلي كان متصدر 2-1 وكان داخل على المباراة الرابعة مع نادي الجزيرة اذا النادي الاهلي فاز بالمباراة الرابعة حسم الامر وقضي الامر ونادي الاهلي تآهل للنهائي اذا لا قدر الله النادي الاهلي خسر ملح الجزيرة يبقى هنروح على مباراة فيصل المباراة الخامسة ان شاء الله إلا هيكسب هيتآهل مباشرة لملاقات نادي الاتحاد السكندري بقيادة الكابتن أحمد مرعي الاتحاد السكندري هو أول الفرق للتآهلت للنهائي يعني دوري السلة ما زال في أشده وكاس أيضاً ما زال في أشده ومحتاج استعداد من شكل من نوع معين خلينا نروح لجدول نشوف المطشاط المتبقية في الدوري أو كرة السلة وكمان موعدة خلينا نبتدي بمباريات رجال كرة السلة أو دوري السوبر معنا على الشاشة طبعاً يوم السبت 29 أغسطس عندنا في استاد القاهرة مباراة الجزيرة استاد القاهرة هو ملعب نادي الجزيرة والمباراة ستقام على ملعب نادي الجزيرة أنا باز أقول لحضراتكم أن في نظام الـ Play-off أو المباراة الإقصائية بتلعب مباراة على ملعبك ومباراة على ملعب الخصم فالمباراة القادمة أو الرابع على ملعب الجزيرة المباراة إذا أحتاجنا نروح إن شاء الله بإذن الله كل التوفيق للنادي الأهلي إذا أحتاجنا نروح لمباراة خميسة ودوارد جداً في كرة السلة هتبقى المباراة على الأرض محايدة وهي صالد 6 أكتوبر خلينا أقول لحضراتكم أنه كرة السلة يمكن السنة دي الدوري قوي ليه؟ لأنه شاهدت دوري كرة السلة عودت لعبين كتير جدا من دوري المحترفين أو دوري الجامعات الأمريكي وكان طبعا من ضمنهم أحمد إسماعيل إيهاب أمين في النادي الأهلي وغيرهم وغيرهم في الأندية الأخرى مع وجود محترفين على مستوى عالي دوري كرة السلة السنة دي دوري قوي خلينا أروح مع حضراتكم على جدول تاني عشان نوضح في حالة فوز النادي الأهلي هنلتقي مع الاتحاد السكندري يمكن هقول لحضراتكم سريعا المواعيد اللي تحطت من قبل اتحاد السلة جمعة 4 سبتمبر كل المباراة مبدئين هتقام في صالد 6 أكتوبر اتحاد السلة حطت في لايحيته قبل ابتداء البطولة إنه المباراة النهائية ستقام على صالة محيدة وهي صالة 6 أكتوبر جمعة 4 سبتمبر حد 6 سبتمبر السلساء 5 سبتمبر الخميس 10 سبتمبر السبت 12 سبتمبر بفاصل يومين عن كل مباراة طب ليه ممكن ما نوصلش المباراة الخامسة في حالة فوز النادي الأهلي أو أي أو نادي الاتحاد اللي يفوز 3 مباراة في الأول هو اللي بينهي اللقاء أو بينهي البطولة لنفسه طيب خلينا نروح لكرة السلة سيدات بقيادة الكابتن علي هاشم الحقيقة كرة السلة سيدات دلوقتي لسه في المرحلة الأولى المرحلة الأولى اللي هو دوري مجموعة واحدة بيلعبوا لتحديد المراكز من الأول للتالي المراكز بعد ما يتم تحديدها من الأول للتالي بيبتدي الأدوار الإكسائية زي الرجال طب إيه الأدوار الإكسائية بتتلعب إزاي؟ الأول بيلعب الثامن، الثاني بيلعب السابع، الثالث بيلعب السادس، الرابع بيلعب الخامس ونبتدي نلعب برضو أدوار إكسائية ويتأهل اللي يكسب بيتأهل الدور اللي بعده ولي بيخسر بيودع البطولة الحقيقة طبعا كابتن علي هاشم وعد أنه طبعا هيبز كل مجهود عشان يتصدر جدول الترتيب حتى لو لم نوفق في تصدر جدول الترتيب ما فيش أي مشكلة خالص هنلعب الأدوار الإكسائية وده هو المهم المهم إن احنا نوصل بالفريق إن شاء الله للأدوار الإكسائية وناخد مركز متقدم عشان نقدر بالشكل ده ننافس على بطولة الدور العام خلينا نروح لجدول مع حضراتكم نشوف ترتيب الفريق في الدوري لحد دلوقتي معانا مثلا طبعا متصدر الدوري في الجدول هيكون مع حضراتكم حالا على الشاشة متصدر الجدول هو نادي سبورتينج نادي سبورتينج 22 نقطة نادي الأهلي في المركز الثاني 20 نقطة نقطتين دول مش معنا كده مطشين النقطتين دول يعني مباراة واحدة تفصيلنا عن نادي سبورتينج سموحة 18 نقطة في المركز الثالث الجزيرة في المركز الرابع ب17 نقطة الشمس 16 مصر التأمين 14 نقطة هليوبلس 13 نقطة الصيد 12 نقطة خلينا أقول لحضراتكم زي ما قلتلكم الجدول ده هو جدول ترتيبي فقط هنروح بعد كده منه على المباريات الاقصائية المباريات الاقصائية هتبقى زي ما قلت لحضراتكم هيبقى اللي بيكسب بيكمل واللي بيخسر بيودع البطولة خلينا أروح لحضراتكم جدول تانية عشان نشوف مواعيد المباريات المتبقية لفريق السلة السيدات بقيادة طبعا الكابتن علي هاشم عندنا يوم الخميس 13 أغسطس هيبقى معنا تي طبعا الجولة على رقم 12 نادي هليوبلس في أهل الجزيرة طبعا مباريات السيدات بتقاوم على صالة الشهداء وليست على صالة الأمير عبدالله الفيصل بالجزيرة الأحد 16 أغسطس هيبقى سموحة أهل الجزيرة الأربعة 19 أغسطس هيبقى مع فريق الجزيرة في مركز شباب الجزيرة تمام طيب ده كان بسرعة أخبار كرة السلة سواء رجال أو سيدات خلينا نروح لكرة طائرة رجال وسيدات والحقيقة زي ما نقولت حضراتكم قبل كده الكرة طائرة سواء رجال وسيدات بيحلقوا في مكان آخر من الكوكب ما شاء الله عليهم تاتش وود ربنا يحميهم إنجازات كبيرة جدا محلية وافريقية وعالمية يمكن طائرة النادي الأهلي لا غبار عليها ولا أحد يستطيع أن ينافس النادي الأهلي في أرقامه في الطائرة سواء رجال وسيدات الحقيقة إحنا كنا طبعا رجال الطائرة كنا كلمنا مع كابتن محمد مصالح ميدو وكلمنا مع اللاعبين طلبنا أن يكونوا معنا في الستوديو رفضوا طبعا بأسلوب المهزة بالمعروف عن كرة الطائرة وتأسر كرة الطائرة جميعا قالوا إن يا جماعة والله إحنا مش فاضين إحنا مركزين في البطولة كل الاحترام والتقدير ومن هنا من برنامج الأبطال بوجه كل التقدير والاحترام لكابتن محمد مصالح ميدو ورجاله على احترام جماهير النادي الأهلي واحترام شغلهم واحترام طموحات جماهير النادي الأهلي يعني النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله بنسبة كبيرة حاسم بطولة الدورة العام بأداء اللاعبين ولكن اللاعبين مركزين كابتن محمد مصالحي قافل على فرقته رفض إنه أي تصراحات أو أي حاجة غير المضمون اللي هو عايزه إن شاء الله يتوق بطولة الدورة والكأس طيب خلينا نروح لتقرير مع كابتن محمد مصالحي ميدو نشوف قال إيه وأرجع لحضرات كتابة الدورة طبعا أو الدنيا كلها كتوقفة لمدة ثلاث سورة ونص ودي كانت أول مرة تحصل في التاريخ يعني كانت صعبة جداً على اللعيبة كان يهمني جداً أن أنا أتابع الفترة دي الأوزان اللعيبة يدبش عليك كانت الحمد لله كنترول فيه كنترول عليها أول ما رجعنا رجعنا على أهلي مدينة نصر اتمرنا لمدة أسبوعين كانوا مهمين جداً نحنا الناحية البدنية استغلنا الإمكانيات اللي معانا هناك رجعنا هنا عملت يومين بالليل تمرين بالليل كسفت الناحية البدنية دخلنا تقريباً تقدر تقولون كده معسكر مفتوح من مبارح لمدة أسبوعين فترة مرهقة جداً بالنسبة للعيبة عشان أقومهم بدنياً تاني اللعيبة بصراحة عاملة مجهود عظيم جداً وعايز أقولك أن هم يشكروا على المجهود اللي بيعملوا لأن طبعاً ثلاث سورة ونص كثير جداً عليهم لكن الحمد لله هم قد المسئولية وإن شاء الله هنبدأ الدوري يوم في يوم 21 إحنا عندنا مضشين مؤجلين بعد البطولة العربية اللي عبناها ومكسبناها عندنا مضشين مواجلين اللي هو طيران وبيكتروجيت دول هنلعبهم قبل من الدوري يبتدي الدوري يبتدي يوم 28 و80 إحنا هنالعب بهوم 24 21 مع الطيران ويوم 24 مع بيتروجيت وغير كده فيه مضش كاس 26 والدوري هيبتدي حصل يوم 28 و20 لا أسموح أنا عندي أربع مضشوات في زبوع و1 طبعاً لوت كبير جداً لنلعيبة إن شاء الله نقدر نوزع الحمل عليهم وبإذن الله يعني إذا كسبنا مطشين موجرين هنعتلي قمة الدوري وإن شاء الله نقدر نسعى جمهورنا دلها إن شاء الله عمل حسابي على مطشين أو ثلاثة وديين كده إن شاء الله بحس طبعا نكون نلعبناهم في الدوري نكون خلصنا مطشاتنا معهم بس إن شاء الله نعمل حسابي على ثلاثة مطشات وديين أي مدرب لازم يبص المستقبل للنادي الآلي أنا الحمد لله في رقيتنا بتضم لعيبة من الخبرة ولعيبة من الشباب ولعيبة من الصغيرين يعني أنا عندي الحمد لله لعيبة من مخدرامة زي أحمد وعبدالله وعبداللطيف وروف وعندي لعيبة طبروا برضو زي حسام وطبو عبدالعال ده الجيل الثاني الجيل الثالث سعيد وعادل ورمضان وأنا مش عايز أعدي لك وبالسعود في الجيل اللي طالع بقى هو الحسيني ومرجان والصوفي الحمد لله في أربع عجيال مش عايز جمهورنا دهلي لا إن شاء الله في حزباني كويس جدا مستقبل للنادي الأهلي غير كده إن شاء الله العيبة المخدرامة لا غين عنها في الوقت الحاضر الحقيقة كلام كابتن ميدو كلام الحقيقة بنتوقف عنده كثيرا لأن كابتن محمد مصلحي الحقيقة بيقدر وبيقدس العمل وبيقدس التمرين والراجل الحقيقة عادي في حجم التحديات اللي عليه وحجم المسئوليات اللي عليه ونفس الكلام أكده معنا محمد معاوض الليبرو الفريق قال لنا في تصراحات خاصة لبرنامج الأبطال قال لنا إحنا لعبة محترفة نقدر طموحات جمهوري نادي الأهلي وعارفيني نادي الأهلي عايز مننا إيه نادي الأهلي في مطلع هذا العام فاز بالبطولة العربية ومعاوض بيوعد جمهوري نادي الأهلي إن شاء الله بالحفاظ على الدوري والكأس للموسم الثالث على التوالي ونحط تحتها ميت خط الحقيقة معاوض كلامه أيضا إنه هو الفرقة جاهزة الحمد لله ما عندناش إصابات والحقيقة الروح المعنوية العالية سواء للجهاز الفني أو اللاعبين الحقيقة بتخلينا إحنا نفسنا متحمسين جدا لعودة المباريات ونحن نشوفهم في الملعب التاني بيتقلقوا وزي ما بيقولوا الطائرة طائرة النادي الأهلي بتطير في حتة تانية خالص خلينا نروح لجدول نشوف ترتيب الفرق طبعا قبل التوقف كان شكله إيه طبعا الجدول هنشوف فيه حاجات معينة ومحتاج أعلق عليه بس عشان الناس يعني تفهم معانا إيه المباريات الفضلة أو إيه دنيا ماشي إزاي طبعا الجدول هو طبعا ظاهر على شاشة من 8 خنات وهو ليه تكملة ل12 خنات بس إحنا هنتكلم عن أمور معينة طبعا بيعتلي الترتيب طبعا نادي طلاق الجيش ولكن نادي طلاق الجيش لعب 16 مباراة لو خدتوا حبيل حضراتكم في الجدول الأولاني 16 مباراة ليه 40 نقطة النادي الأهلي لعب 14 مباراة ليه 39 نقطة يعني ليه مبارتين مؤجلتين ودون اللي كان كابتل محمد مصالحي قال عليهم أنه أول مبارتين هلعبهم هم مبارتين التوقف نتيجة أو مبارتين المؤجلتين نتيجة التوقف أثناء البطولة العربية نادي الزمالك بييجي في المركز التالت لعب 15 مباراة 38 نقطة طبعاً في المركز الرابع سموحة 38 نقطة عندنا الطيران 25 نقطة الاتحاد السكندري 25 نقطة طبعاً زي ما حضراتكم شايفين يمكن فيه تفاوت كبير فيه الزي ما بيقولوا التفاوت في عدد النقاط ولكن خلينا أقول لحضراتكم حاجة أنه فيه أمر مهم جداً في المركز العاشر 11 الشمس وبترجيت أنا بس عايز أعلق على حاجة عشان الناس تفهم معنا نادي الشمس عنده 10 نقاط وجاي في المركز العاشر نادي بترجيت عنده 11 نقطة بالرغم أنه أزيد من نادي الشمس ولكن هو جاي تحته في الترتيب ليه؟ لأن نادي الشمس فاز في عدد مباريات أكثر من نادي الشمس إنه فاز في عدد مباريات أكثر من نادي بترجيت فاتحاد اليد واتحاد الطائران آسف ولايحيته اللي بيفوز أكتر حتى لو فيه تفاوت في النقاط بيعتلي جدول الترتيب كل الاحترام والتقدير طبعاً لفريقنا والكابتل محمد مصالح ميد ونتمنى كل التوفيق طبعاً إن شاء الله بعد العودة أربع مباريات في أسبوع لودة عالي جداً والحقيقة إحنا فيه مجهود بيبزل إن شاء الله أن نحاول بقدر المستطاع طبعاً على حسب خريطة البرامج والأمور دي إن احنا نقدر نزيع أي مباراة من هذه على شاشة قناة النادي الأهلي فيه مجهود بيبزل طبعاً ما ننكرش ده وإن شاء الله يعني تكون على قد وطموحات وعلى قد وطموحات جماهير النادي الأهلي أكيد إن شاء الله خلينا روح مع حضراتكم كمان على جدول يعني موضحين فيه مواعيد المباريات عشان كابتن محمد مصالحي قال إن فيه أربع مورات في أسبوع هنوضح لحضراتكم الجدول بيقول إبزل الجمعة يوم 21 أغسطس هيكون أول مباراة وهتكون ضد الطيران على ملعب النادي الأهلي أو صالة الأمير عبدالله الفيصل يوم لتنين 24 أغسطس الجدول ما حضراتكم على الشاشة هو المباراة التانية 24 أغسطس يعني بفاصل يومين 22-23 24 مباراة مؤجلة أيضاً ضد نادي بتروجيت الساعة السادسة أهلي الجزيرة أو صالة الأمير عبدالله الفيصل طبعاً الجمعة 28 بفاصل ثلاثة أيام 25-26-27 ييجي مباراة سموحة في إسكندرية يعني أنت هتسافر في تاني يوم وتلعب في رابع يوم مجهود كبير جداً الاتنين 31 أغسطس هيليوبلس في أهلي الجزيرة يوم الجمعة 4 سبتمبر الساعة 8 مع سبورتينج في سبورتينج في إسكندرية شايفين التردد في المباريات إسكندرية القاهرة إسكندرية الاتنين 7 سبتمبر الساعة الجولة التاسعة هيبقى الساعة 6 أيضاً في أهلي الجزيرة الجمعة 11 سبتمبر الجولة العشرة مع نادي طلاقع الجيش الساعة السادسة مع أهلي الجزيرة وتكون المباراة الأخيرة المباراة أو الجولة الحادية عشر مع نادي الزمالك ولم يحدد موعدها بعد خلينا أقول لحضراتكم أنه طبعاً مجهود كبير لازم أكيد اللاعبين هيكونوا مستعدين ليه ربنا يحفظ اللاعبين من الإصابات ويقضي أكتر حاجة بتقلق أي مدير فني مش مشكلة الحمل بنستعدله ولكن اللي بيقلق أي مدير فني هو إصابة أي لعبين المهمين أثناء المباراة أو ضغط المباراة طيب إحنا كده يعني خلصنا تقريباً لا إحنا لسه معنا كمان طبعاً أخبار طبعاً طائرة السيدات أنا آسف طبعاً دي حاجة لا تنسى أبداً كابتن حمد الصافي اللي كان معنا في مدخلة الحلقة اللي فاتت والحقيقة الرجل وعد بكل يعني وضوحه صراحة إنه إن شاء الله محافظ على بطولة الدور العام فاضل أربع جولات جولتين فقط يفوز بيهم كابتن حمد الصافي وبناته كافيين إن يفوز باللقب ولكن مش ده اللي بيدور عليه كابتن حمد الصافي كابتن حمد الصافي بيدوروا البنات كلهم طبعاً بيدوروا على العلامة الكاملة وإن شاء الله يقدروا يحققوا ده ويفوزوا بالأربع مباراة خلينا أقول لحضراتكم إنه فريق السيدات الكابتن حمد الصافي برضو أكد لنا نفس الكلام اللي قالوا إنه عالي بالحمل البدني جامد قوي وده طبعاً بمدروس ومحسوب عشان ما يتعرضش أي لعبة للإصابة خلينا أطلع لجدول بنبين فيه ترتيب دوري سيدات الكرة الطائرة طبعاً عندنا في المركز الأول النادي الأهلي لعب 18 مباراة فاس في 18 مباراة الحقيقة أنا بتوقف عند ده الحمد لله زيرو هزايم ده إن دل فيدل على قوة النادي الأهلي في الكرة الطائرة سيدات على مدار العصور اللي فاتت وطبعاً ده جيل بيكمل جيل 54 نقطة يجي نادي الزمالك لعب 16 مباراة فاس في الثلاثة هزيمة 3 نقطة 40 نقطة 14 نقطة طبعاً عن الوصيف رقم كبير مباراة تين كافين لحسم بطولة الدوري السيد في المركز الثالث السيد الحقيقة بنهنيه إنه عامل فرقة الحقيقة فرقة جيدة في الطائرة لسيدات هذا الموسم لأن احنا الحقيقة كل نادي بيقدر يوقف فريق على رجله وفي الآخر ده فايدة المنتخب مصر لعب 16 مباراة نادي الصيد 36 نقطة يجي في المركز الرابع نادي الشمس لعب 17 مباراة 34 نقطة كل التوفيق لكابتن حمد الصافي وسيدات الطائرة ولكن طبعاً قبل منسيب سيدات الطائرة أكيد هنروح لجدول كمان زيما متعودين مع حضراتكم نشوف المباراة المتبقية وموعدها وهنشوف برضو ضغط المباراة عليهم وده الكلام اللي كان بيقوله الكابتن حمد الصافي خلينا نشوف أول مباراة لسيدات الطائرة هيكون يوم الاثنين 24 أغسطس دي مباراة مؤجلة هتكون مع سبورتينج في اسكندرية المباراة التانية يوم الجمعة 28 أغسطس مع أصحاب الجياد في نادي الأهلي الجزيرة الاثنين 31 أغسطس مع هليوبلس في هليوبلس الشروق المباراة الرابعة الجمعة 11 ستمبر مع الزمالك لم يحدد الملعب بعد طبعاً ده مجهود كبير جداً بيبذل في ألعاب الصراط في النادي الأهلي خلينا استكمل معاكم هذا المجهود وهذه الأخبار الحقيقة للناس كتير منتظرها ولكن بعد المصر اشتركوا في القناة